اشتركوا في القناة بعد زمن قصير من الشهادة جابت أنحاء كل الوطن لتسكن شخصية أسطورية في تاريخ الثورة وتصطفى ضمن رواق الخالدات كيف لا؟ وهو من تبسم صامتا فكان حكيما صانعا للمنحمات قاهرا للجنرالات ومعذبا للاستعمار وخامس الجمهوريات احتقر الموتى واستبشر بالمستقبل فقد فاز عليهم فوزا عظيما بنظرة حكيم دفن الماضي وأجبر فرنسا على أن تتمسك به وتمجده نلتقي بعد الجنيريك موسيقى 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 اشتركوا في القناة شهيد بابتسامته وحكيم بصمته وقفة عند الذاكرة نتوقف من خلالها عند الشهيد الرمز الذي امر فكره بان لا يبوح باي سر من اسرار ثورة ولستحضار الذكرى ومناقب واثار الشهيد اسعد باستضافة عمي لخضر بن مهيدي اهلا ومرحبا بكم والرب يطول في عمرك اهلا بكم ومرحبا في مهيدي كما اسعد باستضافة المجاهد عمي خليفة قلاتي من عيل كرشة اهلا ومرحبا بكم شكرا بارك الله فيكم والله يطول في عمركم لان اللقاء طيب لشفنا العشية على لجوهة النهيرة ان شاء الله رب يجيبنا الصواب وبباركتكم ان شاء الله يوفقنا رب ان شاء الله كما اسعد باستضافة الدكتور توفيق بن زردة من جامعة الشهيد العربي بن مهيدي بأم الواقي اهلا ومرحبا كما اسعد باستضافة المؤمن او عبد المؤمن ابراهيم ايضا هو من جامعة الشهيد العربي بن مهيدي بأم الواقي مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا استد مناد لدي الاستضافة وشكرا ابانا المجاهدين على هذه الجلسة الطيبة مشاهدي الكرام قبل ان نشرع في استنطاق الذاكرة وهذه المنطقة او هذا المعلم الصحفية فريال حاميسي تستعرض لكم مسيرة الشهيد ثم نعود حرب شرسة قادها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري وابشع الجرائم ارتكبت تنكيل تعذيب وتقتيل سبع سنوات ونصف من الكفاح والنضال سقط فيها مليون ونصف مليون شهيد من اجل تحرير الوطن نصر كان بفضل سواعد الرجال امتال الشهيد البطل العربي بن مهيدي صاحب الابتسامة التي هزت الاستعمار الفرنسي ولد العربي بن مهيدي عام ثلاثة وعشرين تسعمائة والف بمدينة عينمليلة في الشرق الجزائري نشأ وسط عائلة بسيطة حفظ القرآن الكريم منذ صغره وانضم لصفوف الكشافة الاسلامية ليصبح بعد اشهر قائد فريق الفتيان انطلقت مسيرته النضالية سنة اثنين واربعين تسعمائة والف بانضمامه لحزب الشعب الجزائري الذي تعلم فيه قواعد النضال السياسي ليلتحق في مارس عام اربعة وخمسين تسعمائة والف باللجنة الثورية للوحدة والعمل واصبح من بين عناصرها البارزين ثم عضوا فعالا في المجموعة الثانية والعشرين التاريخية عمل الشهيد العربي بن مهيدي بجد لانعقاد مؤتمر الصمام عام ستة وخمسين تسعمائة والف ليعين بعدها عضو لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني حمل العربي بن مهيدي راية النضال باسم معانيها فرغم الخطر الذي كان يواجهه بقي صامدا في وجه العدو فكان المحرك الاساسي للثورة الجزائرية اين قال مقولته الشهيرة القوا بالثورة الى الشارع يحتضنها الشعب اسم العربي بن مهيدي ارعب جنرالات فرنسا وبالقاء عليه القبض يوم الثالث والعشرين في بري سبعة وخمسين تسعمائة والف ظن الاستعمار انه وجد صندوق اسرار الثورة لكن العربي بن مهيدي ظل شامخ الرأس رغم تسليط عليه كل انواع التعذيب على يد السفاح بجار وشركائه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابت الا ان تسجل حضورها في هذه الذكرى ذكرى استشهاد محمد العربي بن مهيدي المصادفة للثالث والرابع مارس الف تسعمائة وسبعة وخمسين اذا سي توفيق بن زردة الشهيد البطل لا تكفي الاسطر لوصفه ماذا من محطات اخرى نعم الشهيد العربي بن مهيدي صندوق افكار فتيل المشتعل هي ابتسامة التي انذرت بميلاد عهد جديد هي ابتسامة شهيد انذرت او لوحت بميلاد عهد جديد هي ابتسامة فتحت امل الجزائر امل الجزائر المستقلة امل في جزائر تعيش في كرامة وتعيش في سيادة الرجل لا شكوى ايقونة من ايقونات الثورة التحريرية صندوق حقيقة هو صندوق افكار يعني امد الثورة بافكار جيوستراتيجية استطعت ان تنقلب على الواقع الكولونيالي واذا هو المهم جدا تنقلب على الواقع الكولونيالي ليس من السلح انك تصنع افكار تنقلب على واقع الكولونيالي بنى اركانه منذ القرن التاسع عشر القضية ليست سهلة ليست سهلة نعم لذلك الرجل كانت لديه فلسفة ثورية بامتياز فلسفة انقلابية كما تحدثت اني في الواقع الكولونيالي وعندنا نماذج كثيرة الرجل كذلك كل محطات الثورة الكبرى كان موجودة فيها في لجنة خمسة لجنة ستة نعم سيتوفيرت هو صاحب اشهر ابتسابة في تاريخ الشعوب الثائرة ومنها ومن هنا من هذا البيت ومن هنا خارجت هذه الابتسامة سي ابراهيم بن عبد المومن ابراهيم عبد المومن محطة اخرى في تاريخ الشهيد العربي بن مهيدي علما بانه صاحب اشهر ابتسامة وهو من قهر الجنرالات وعذب الاستعمار بالصمت نعم العربي بن مهيدي كما تفضل الدكتور بن زردة عاش كل المحطات حزب الشعب الجزائري المنظمة الخاصة مجموعة 22 ثم تفجير الطورة وعينا قائدا للمنطقة التاريخية الخامسة ولا يفتني ان اذكر هذا بن مهيدي كان فر منذ 1950 الى الغرب الجزائري وعاش بالغرب الجزائري من 1950 الى 1956 هذه محطة هامة جدا ست سنوات من النضال في عينتي موشنز في تيليمسان في بالعباس في وهران واساسة للعمل الفدائي في مدينة وهران وربط حتى خيوطه مع المقاومة المغربية فبتالي كلها محطات جديرة بالذكر وجديرة بالاهتمام ويجب ان نبحث فيها كثيرا بعد هذا سيدهب الى جزائر العاصمة سينظم معركة الجزائر معركة الله وفيكس إبراهيم عمي الأخضر احنا قناة الذاكرة قبل من جون سجلوا هذا البرنامج عمي صالح بورايو الأمين الولائي للمجاهدين بحثنا في كل أنحاء عاملنا وإذا به نقعوا على من يحمل نفس الاسم لهو بن مهيدي يعني أنت بن مهيدي الأخضر زايد في سنة تسعة وثلاثين وبن مهيدي الشهيد زايد في تلاتة وعشرين آه تشفالوا شوية يعني في صغرك في الخروب ومن الخروب تنقل إلى باتنا عند أخواله في باتنا أخواله في باتنا من المسمو ومبعدت تنقل بسكرا ومبسكرا يقول نسمع يقولوا نقولوا باللي ولا ملتش نسنا حكموا عليه حكمت عليه فرنسا بالسجن حكمت عليه بالسجن خلاص ذوك عمي الأخضر ذوك نفصل في هذه نرجع عليك عمي خليفة قلاتي أنت مجاهد بهذه المنطقة يعني صادفت وين تلاقيت أو كنت تسمع منه لا لا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسل الحمد لله رجل عظيم ليست حق حتى واحد يضيف قذاياته لأنه تاريخ انتع الرجل هذا يمسجل بذروب من ذهب بكلمات من ذهب سمعت كلمات من ذهب والرجل كل مواطر جزائري كرمك بالله حتى العائلات يعرفوا التاريخ انتع هذا البطل إذن أنتم محظوظين أنكم من هذه المنطقة لا 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 نحن لا 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 أحضرنا معه ما يعرفنا ما نعرفه نعرفه ولمنطقة هو غادر المنطقة صغير جدا نعم نعرفه ولد المنطقة نحن اللي صارت به المعركة هنا عيني مليلة هذي خرجت كاملة إنسوا ورجاء نهار المعركة نتعوه عمي خليفة خلي نولي لك بعد مشاهدي الكرام بعد ما نستعرض هذه الشهادة لحسونا صالحي طبيب أسنان وكان رفيق الشهيد العربي بن مهيدي لنتابع ثم نعود في عمره ست سنين جاء يقرأ في باتنا هو من جامل من ليلة وجاء يقرأ في باتنا في الكولنديجان تعرفنا هكذا هو إنسان عاقل وهو مصلي كما بابح بدأ يصلي من ست سنين وتركهش حتى الممت قرأنا ومبعدنا راخت لتقورت بسكرة لكي كنت قبيح وجدي شكال البابا بابا كان يخدم في تقورت جدني ورجعت من تقورت رجعت البسكرة لقيت بن مهيدي في بسكرة كنا جيران في تركي بعيدة لبعضنا من يقابل النساء التي قضي ينادي أن يكون الممتع في تركيب والممتع في تركيب من فتح التعليدي ومعنى منيد ممتع في الناس لتأشد نفسي أصلاح أنه نقوم بالفتبول أنا كمم الممتع في تركيب والممتع في تركيب والممتع في تركيب كانوا يذهبون لديهم معي لم يلعب شمين لديهم معي لديهم معي لديهم معي أحباب الرخر خلاص من بعد لغير لغير رحنا الورق رحنا خدمين ملتار في ورق كانت 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 سيدة سيارة الحائد ويزورة ويزورة لتكلم وسيدة لأ quotes وكأنها ويسأت رأس اجابة لأس حولنا. مع نسرد因為بال نسر. بعد رجاءنا في أمس ، وفي أمس التسريع ، في حالة الأخرى ، وفي الأمر بالصرور ، وفي أمس التجارة ، أعالجي سمالجي جانيب الميدي كل سبت ديه كل خبلي دا هو لسانسي pour 10 ans نرجع لزير ومبعد جابلي جابلي دي دوش مراد ومبعد جابلي محمد فرحي من سيلة وجاردين قال هذا الفوق نحطه جريو بيسترو ونقول له كنت تعقب أن يشوف نديك الكرسة ولن ما ترجعش نحطه اللي هنا ويرح من هنا ون يسكل زعمة ومبعد جاء في خرصي ويمانا وليس أجل ومن ثم أن يترزاز لدى على رسالة بردي ومن ثم يبحث ورحمة ويرحة وبعدد ويشوف المترجع المترجع ومترجع لأهظم وفي حالة حالة من خانين وكان يتساعد الانتية ويقول لي ولي هذيك فاسكول لي دلو هالشي هذا ببسكري كما كان هو صحبه إذن كما شفنا شهادة عمر حسونة صالحي أنه الشهيد العربي بن مهيدي في 25 أكتوبر 54 لم يلتقي به دكتور إبراهيم أنت صاحب كتاب العربي بن مهيدي قائد الولاية التاريخية الخامسة المنطقة التاريخية طبعا هي كانت منطقة بعد مؤتمر الصمام أصبحت ولاية هذا معروف إذن العربي بن مهيدي قبل أن يلجى هذا النضال وهذا الكفاح مر بمحطة مهمة برنا بمحطة مهمة وهي الكشافة الإسلامية أكيد تفضل نحن نعلم أن الكشافة الإسلامية هي مدرسة مدرسة كبيرة وكلما نتكلم على بن مهيدي في الكشافة كان بن مهيدي الفنان كان يلعب المصرح وشارك في مصرحية مهمة اللي هي في سبيل التاج التي منعتها فرنسا أكيد وكان مونع حتى من عرضها لأنه دوره كان شوية حساس وهذا كله في الكشافة صحي الكشافة علمته النظام وكان هو بدوره مع الأفواج ينظم الأفواج الكشفية فبالتالي هي مدرسة وتذكرنا بالشاهد محمد بورس الذي أعدمته فرنسا فرنسا معروف القضية هو بن مهيدي الرياضي كما سبق وشفنا في الفيتيار أيضا من الكشافة رح للرياضة فبالتالي هي مدرسة حقيقية التي منها أخذ الكثير وكثير وبعدها دخل في حركة أحباب البيان مع الشيخ سعدان ومن بعد إلى حزب الشعب وغيره فبالتالي كانت محطة جد همة طبعا برك الله نستكمل العربي بن مهيدي من بين المحطات اللي خاضها واللي مر بها أنه التحق وكان في المنظمة السرية والتي اكتشفت خيوطها بعد ذلك وحكم عليه سنة خمسين بعشر سنوات سجنا غيابيا من أجلها فر إلى المنطقة أو الغرب الجزائري يعني فضل نعم مرحلة سقل الشخصية للإنسان هذا هي شيء مهم جدا العربي بن مهيدي هو ابن عمق المجتمع الجزائري ابن عمق الريف تدرجة مرحلة سقل الشخصية هذه أخذت مرحلة وذين يتحدثوا فيها وبعد دخلت مرحلة ما يسمى منظمة خاصة اللي عبارة عن منظمة شبهة عسكرية وبدأ التفكير الفعلي والحقيقي من أجل محاربة الاستعمال استعمال وسيلة أخرى وهي السلاح معلوم يعني بعد ما ظهرت محمد بوظياف لما أوكل بمهمة تنظيم منظمة خاصة وقطاع الشرق الجزائري معروف يعني ديدوش مراد يعني تولى المهمة في الشمال قميعر في الشمال القسنطيني وشهيد العربي بن هدي تولى للجنوب القسنطيني يعني شو من الصدف يعني حتى الفضاء بسكرة اللي عاش فيه عاد إليه ومن خلال يعني هيكل بدأ ينشرب في مفاهيم العامل المسلح ضد الاستعمارة الفرنسية وهكذا بدأ يفكر في انطلاق الثورة والتحضير لها عمي الأخذر بن مهيدي أنتما ما دام أنكم من أهل المنطقة يعني كيف التحقت بالثورة؟ والله أنا التحقت بالثورة في أي سنة؟ سبعة وخمسين أيوة الشي هنا أنا ما تلحقش بثورة هنا تلحق بثورة في فرنسا في أنت من أصحاب الفيدرالية فيدرالة جبهة تحرير بفرنسا بفرنسا بارك الله فيك سبعة وخمسين والتحكم في ديس جويه سبعة وخمسين أيوة خرشتو سواصندو في سواصندو بارك الله فيك عمي قلاتي أنت من منطقة هنا؟ أنا عمي كيف التحقت بالثورة؟ التحقت بالثورة؟ أيوة نحن أيوة نحن نحن الأحل التي كنا نجد تحقق بالثورة نوفم بالربع وخمس بدأت الأمور الثرية المركز الصحيح اللي يربط بيتنا قسمتنا هي بلدي شمراء أقدر هو بلدي شمراء ها بلدي شمراء معروفة معروفة صحيح من تم كانت تسال بين صحاب ليزوراس وصحاب قسمتنا كينقول قسمتنا يعني كل من كان يتبع ولاد قسمتنا صحيح شمع تسيد ما للناس المرة الأولية بلك يجيوا يخدموا الصيف وهو مجبالي هادوا عندهم نظام كيديوه عشرة ولا خمسة عش يديروا للمعلم منه الشوش والشوش انتاع المنقة هذا اللي يخدم ديما مقدر عن صحاب الرزق هذا الشوش الرجل كبير والشوش تعالج معه يجيبوه يتقاهو كذا بدأوا يفتشوا بعضهم بعض يجيوا الناس من في هذاك الوقت يقولوا رح نبنيه جامعة كبيرة في اليزوراس اللي ما عندوش حساب بعد ما بدأ سر يكتشف بين الأصدقاء قل ليه وليه ما يش ما يشي جامعة دعواني راح أتعدين الحرب وحنا عندنا رجالنا اللي عندنا فيهم ثيقة ومريكا العام اللي يدقى هنا استمر فيه في ارتعاء هزوا منه الرجال السلح اللي هنا هزوا منه الرجال السلحة اللي يبارك ما لا بدأوا يفتشوا على السلح ورع الوقت اللي يزوجه سلاح كان واحد سيدة نقمت برام من بلدي شرتم غني أول مجهد عندنا في ستة وخمسين هو حامل سلاح حربي عنده ستاتي في ستة وخمسين سلاح حربي مركيش في كل سنترا سمعتها سيد نحن عمي خليفة ذوك نفصل في هذا الحمد لله أنه الفكرة أنه أنت التحق قبل الثورة وعمي الأخذر التحق بعد الثورة لكن تلتقي في الثورة بعدها يعني نشوف العربي بن مهيدي كيفاش كان يحذر في الثورة وانطلاقها مع جامعته في العاصمة نشوفوا هذه الشهادة للمجاهد عيسى كشيدة رفيق الشهيد ثم نعود وعندي الحل واسع وبدأ في معجمة كي كانوا ثم صابوا رحتهم يقدروا يكتبوا يحذروا التقارير الشهرية الجرائد الاجتماعات في هذه الفترة هذيك نذكر أنا على سبيل المثال بالمهيدي بالنسبة لي واحد من المفكرين في الثورة لما عاش هذه الفترة شاف مجموعة هذول منحارفين كلما يديروا سيناريو وإلا يتحكموا لبوندري فابيناتهم ويقع الرصاص ويقع إذا والمهيدي الله يرحموه متعجب بيهم يقول شوف هذي الشجاعة هذي يعرفوه استعملوا من كابوس وكيف ضربوه سيجيدو سيجدو 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 كيفس يقلبو بعضهم يقول لي هذو دازم نربحوهم اللهم نخليهم فراصة تستغلهم ومخلييتهم في هذه الحالة نحن نجم نربحوهم وندخلوهم في التنظيم وهذا يديروا عمليات بطلية ويبقوا خالدين في التاريخ إذن شفنا قوة العربي بن مهيدي في التجنيد والتعبئة سيبراهيم العربي بن مهيدي كانت عنده قوة في التعبئة بحيث تفوق على فرنسا في استمالة هؤلاء من سمهم سيعي سكشيدا المنحارفين واستطاع أن ينظمهم في التنظيم داخل الثورة على ذكر مثلا عن الأبوانت ومجموعة كثير من الشباب اللي عندوا طاقة الذين استطاعوا أن يجندهم نعطيك هنا شيء آخر بن مهيدي استطاع مثلا في الغرب الجزائري أن يجند المنظوم الصحية والأطباء على غيرار الدكتور بن زرجب مهم جدا مهم جدا كان صديقي لبن مهيدي دكتور بن زرجب الذي أعدمته في فرنسا دكتور محمد صغير النقاش نقاش أيضا هو اللي راح عنده بن مهيدي إلى العيادة في وهران وقال له لازم تديرنا دورة كوينية لزير فيرمي يعني لأن الثورة لازم لها الجانب الصحي يكون قوي نعطيك أبعد من هذا جند رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الغرب الجزائري على غيرار الشيخ سعيد زموشي على غيرار الشيخ محمد عفوان الشيخ بوع الزاميمون اللي هو صهر حمد بن بلا يعني كان عنده معها علاقة كبيرة على غير المحن السابق والد حامد فبتالي التعبئة اللي كان يملكها يعني بن مهيدي راهبة جدا يعني يقدر يستقطب الأفراد من النقاط إلى النقاط إذن نقدر نقول من هذا من هذا المنطلق أو من هذا المنحطة أصبح العربي بن مهيدي يلقى بو الحكيم نعم يعني في نفسي عملية الحكيم متعبئة نقول مثل معركة الجزائر كان أموزج يعني حكمة مهمة جدا في معركة الجزائر هي عمليات نوعية كانت مركزة ضد الكولون لكن هي فلسفة أعمق لو نخذها في الجانب هذا لأنه في عمقها هي عملية انقلاب واقع الريف بعمقه بتاريخه على الواقع المديني صح العبارة المدينة لأنه المدينة في النهاية حصون كولون مقر إدارات مقر قيادات عسكرية لذلك معركة الجزائر هي عبارة عن صراع بين طبيعتين بين بعدين بين عمقين عمق المجتمع وعمق الكولون لذلك كان رد في استعمال فرنسي رهيب جدا يعني استعملت فيه قوات يعني رهيبة جدا يعني كوموندوس وغير ذلك وكانها فهمت هذا المغزن إذن فلسفة عظيمة صنعت منه هذه الحكمة عمي الأخضر بن هيدي عبر رمضان وبعد مؤتمر السمام تقرر نقل الثورة من الأرض الوطن إلى أرض العدو وتمكن من ذلك أنت كنت من بين الصفوف تجابهة التحرير في فرنسا وش كنت تدير بالضبط يعني كنت أنا شافت خيليات على خمسة من الناس خمسة من طلع الميكروز اللموا الاشتراك ونديروا الاجتماع ونعطوا الموتبس كل سبوع كل سبوع الموتبسي يتبدل بس كي كانت حزب المصري يستمعانا حزب المصري يقتل في الجبهة وكانها ماناش متفاهم معهم ومعد تبعت تبعنا احنا في السطا ومعنا امرأ قورية حكموا لي بس جن 19 ومن 19 نقلوا لي للطول كان عندك محامي كان عندي محامي ومات هنا في الجزيرة ايوا جزائري الجنسية ولا فرنسا فرنسا يومي جاء الجزيرة مت هنا في الجزيرة دخل في الأستورة ومات هنا في الجزيرة في استقلال كانوا يصحبي اللي كانوا معي قالوا لي مت هنا في الجزيرة خلاص عمي خليفة قلاتي أنت كنت في هذه المنطقة أعطيني كاش عملية نوعية قمت بها يعني كمعركة لا ما كانش إحنا نهار اللي كان السلاح يدقل من تونس أيوة كان واحد المفاهمة ما بين المجهدين في بعضهم البعض قال لي يا ولدي السلاح اللي مهم نحكمون بها الجبال الكبار الدذع حكمة في ذلك اسمعتها سيدي ولو سلاح اللي شوية يبقى ليكم في المناطق هذه فارغة لا سجر ولا حجر هانت ولا لا قال لنتم معلكم إلا بتكوين المخابي باش إذا اقتلت ضرورة منع روحكم من العدو بارك الله فيك يعني بأن العمور انتعكم هنا فارغة ما تقدروش وتواجهو ليشار بسانترا قالوا بسحنا كيما جبلي الزوراس وهو مثائلو هاكذا في القبائل والله عندنا الجبال اللي قادرين يسرحوا يحميو يحميو المجاهدين نديو سلاح اللي القوي حس به العدو ما تزدي ما لاذا نحنا في 56 بداية الثورات اشتابوا عليها وتلقوها نوفمبر 54 ربي يجيبها في سواب كنتوا ترمو الاتصالات انتوما كنتوا تقوموا بالاتصالات يعني وتدعيم الثورة في الجبال احنا اتصال مع الجبال هذو انتعلي هنا في شرق الجزائر احنا سيدي ايوه ملو من بعد انطلقت الحية ولاو الناس كل واحد ينظم شهته لانه هي قضية سر وسرية تامة بارك الله فيك هذا وهذا هي الشيء اللي خلى انه السرية خلت الثورة تنجح يعني اذا مشاهدي الكرام نشوفوا انه فرنسا وعلى رأسها ايماني والماكرون ما زالت تتسطر على ارشيف الثورة لانه كل مرة تظهر حقيقة وكل مرة تظهر اعترافات نشوفوا هذه الاعترافات للجنرال بولو سارس الذي شنق وعذب وشنق العربي بن مهيدي ويضحظ كل ما جاءت به فرنسا من ادعاة وزور انه مات مات منتحرا في زنزانته نشوف هذه الشهادة تحب بولو سارس ونرجع للنقاش كما دخ Leyر بولو سارس وکثم ندخل لك من مهيدي ومن هم ان نتكفل لك وزور مستحرافات لك مات بولو سارس وقم نتكفل لك ويمان سارس تغير بن مات ما افعله؟ اما لا. فهدي مصير. فهو اقول قلتاً أجل أن يُمَنْ تُمردَهُ ودفعه ولم يشتغلت معناه ون شديده شكراً معنا لهيه ومشار ستبقى قلتاً بالنسبة إلى الهيئي فهو لماذا نتفعل؟ ويمكني أتبع نتفعله فهو لديك شجع اتمنى هم تحبت على النشخة. اشتركت مع نشخص مفتحة. انه لم يحبت على النشخة. تلاحظ اللي غالت تحبق مع نشخص. انني أرابت نشخص الإنشخات. وانَنَى مرةً كسر بطرقةً لدينا استعمالها. أولاد المرغم في أخرج لأنني أخبرنا أخبرنا وأخبرنا أخبرنا نجيسي وقام بإمكاني أخبرنا في المدى المنزل تخدمي لجموناة المدى المنزل وهذا يجب أن أخبرنا أردت إلى مستقبل مع لفضيلة كم يجب أن أخبرنا لقد شارعوا لفعل لفلن أخبرنا نجاني أنه لم يجب ان أصبرنا ويهدت الأولى ولينطالر ويهدت الأولى مع شد رج ماتسي اخر ويهدت confidentين عندما أضعون لم يأسل المدين لا يعني اكون قد اخر مرة يبدو أحد وله يسهل أصوم سيلا لاأسي ما أنا عامل لكن قد ماتسي من يجبكس إدرس تقديم مهاجم في تكلمة لا مهاجم 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 شعورة مهاجم إذا كانت أترنت يكلمة أنه على تجربة أحيث ليسون أيضًا 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 أو أيضًا نطرد أنه يدرون أيضًا أنه يرون لا يمكن أن تفعله أو تفعله السلطات من أجل استرجاع هذا الأرشيف خاصة وأن أوساريس اعترفها بشنق العربي بن هيدي وباغتيال بومنجل أكيد أكيد من هذا مؤخرا ترحت وزير الثقاف في الفرنسا وتكلمت على الأرشيف وقالت أنا كمسؤولة أولى في القطاع أو على القطاع مستعدة أن أقدم علب الأرشيف يعني بلما يجوز عليها 50 سنة وتكلمت عليها مؤخرا ولكن هل هذا جدي؟ لا فبالتالي نحن يجب علينا أن نحذر تكون العملية مفخخة طبعا لأنه فيها أرشيف مزور عمر ليعطيك حاجة يعني أن أطبق من ذهب لأنه الأرشيف كما هو يمكن أن نستعمله في إعادة كتاب التاريخ يمكن أن يحمل قنابل موقوطة فبالتالي المختصين هم الوحيدين الذين يستطيعون التعامل مع هكذا يعني هكذا إجراءات ولكن نحن مدى بنا الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا يدخل إلى الجزائر لكي يستطيع الطلب أو يستطيع الباحثون كتابة التاريخ الجزائري لأنه أدناء أبطال استشهدوا وكين جرائم دولة جرائم دولة قامت بهم فرنسا متسطرة عليها على غير ما قامت به مع العربي بنهيدي جريمة العربي بنهيدي هي جريمة دولة والأرشيف وحدهم من يستطيعوا أن يكشف هذه الجريمة مرك الله فيك سيتوفيق إذا كان شفنا أنه العربي بنهيدي يعني من خلال هذه الشهادة هل يمكن لمن يبتسم أثناء القبض عليه هل يمكن له أن ينتحر؟ مستحيل حياة الرجل وكفاح ونضاله كلها يعني تعبر عن أنه رجل بطل رجل قيادي قيادي رجل عنده بعد نظر وغير ذلك يعني مستحيل الجرم الفرنسي معروف يعني منذ سنة 1830 هو جرم بامتياز ضد الإنسانية يعني فرنسا كونت امبراطورة استعمارية يعني في غرب إفريقيا وغير ذلك جزائر كانت جزء من المستعمارات الفرنسية ومارست إجرام على طول الخط يعني إن صحت العبارة عن ليس يعني شيء جديد لو سمحي فقط يعني إشارة فقط في قضية الأرشيف ويعد جزء من السيادة تعنا للأرشيف طبعاً جزء من ذاكيرتنا على فرنسا لازالت ساوم لازالت راوغ لازالت تشهر هذا الأمر هذا في مواعيد انتخابية انتخابية طبعاً يعني تخصهم وغير ذلك هذا شيء يعني ألفناه وعرفناه لكن قضية أنه الجزائر بتاريخها بتقاليدها كأمة كأمة حقيقة نحن أمة عريقة كل وثيقة نظرت يعني كثير من الأرشيفات خارج الجزائر وجدت كثير من الوثيقة التي تخص الجزائر فيها تاريخها الجزائر في ماضيها كلها تعبر وتثبت على أننا أمة عريقة برك الله فيك هذا هو الرسالة وصلت يعني من خلال حياة مدخلة إبراهيم نشوف بأن هذه الوثائق يعني هي قنابل موقوتة ويجب الحذر منها عمي قلاتي خليفة نعم أنت لو ألا بك الزمن في هذا المنطقة وش تدير يعني وش الحاجة اللي تتمنيت تديرها وما درتهاش أثناء الثورة يعني ضرق الزمن هذا معليش اللي ولا رب يسلك منه الوطن على خير أمين يا رب العالمين إنه الزمن هذا الحمد لله ما يعجب ليش حشان ما يقبالي حشان رجال الملاح وما نقدر تكي نقول ما يعجب ليش يعني رأي نعم الدنيا كل لا لا لازم لك رسالتك لتخلي أنه هذي الجيل يتبعنا هذه الرسالة اللي رأي قلت تذكرتكم بها لا لكين رجال رايوة وبالرجال اللي رأي الجزائر خاصة في الطائر الجديد هذا اللي جعلت الجزائر جديدة بارك الله وفيك احنا حسينا البلاد تحب تمشي خطوال قدار صحي لكن إذا كان مدون ناس كل يدهم الخير طبعا طبعا وهذه إرادة الجميع يعني إرادة الجميع ولكن ما خلوهاش الناس اللي تهزي وتخربش وتفرزع صحي حاشا الجيش الوطني الشعبي ما شاء الله ما شاء الله سهل الجيل تحرير ربي يحفظ الله يمالك هو اللي يغطى البداد احنا نباتهم تكسلين نعيشوا بالشي اللي يعطينا ربي ما شوفوا شلي فوقوا بنا شوفوا اللي تحتنا هذا هو صحي عشنا عرفوا بلاستانة واي اي ونفجد ما نحمدشت ربي واش تحبت له إذن الجزائر يبنيها الجميع يبنيها الجميع إذن شكرا عمي خليفات تفضل تفضل بستو خمسة كان حوالي 14 انترناس من بلدية عينكرش في تونس وكان يهودي نعلاه الله يقول له مسيو آل باز يدور مع أصحاب ليكارت بلانش والناس اللي يجسوا مع أخبار الشعب يمدوا له أخبار الشعب هذه هي خدمتهم من البلدية للكاء يمد الإيران سليما كل يوم كيراهوا جمع هذو تونس 14 انترناس تقسموا على قسمتين خورين هنا واخرون كمعين وليلا مريت عشوهنا ومرت عشوه لكن ما يشي مده بزيف حوال 3 أشتر فيها بخوية عيطالها براجل الكبير الدوار عاود دار العشاق وهو وقته ما زال كي عاود دار العشاق قالوا له علاه قلوا دارت لكم العشاق وقلوا لي علاه وانا نقول لكم علاه قلوا جيت حبيت نقول لكم احنا رانا في تونس واهل الجزائر رهم في أرض الجزائر وما أدرك أبا الجزائر احنا من هنا هربنا من الموت قالوا ما عليش حسنا من نعم الموت وروحنا نلقينا أهالي انتعنا وعرشنا كل خلص واش نديروا بالحياتها أنا راني غدوة مروح اللي حبي روح يتفضل الموت بالنهار المحوش تروح هذا رايو تكلم أخويا بياش تريب بالك سيدا ويعرفو قالوا أنا مروح هو ما كيف يجدروا هذا كلوقت هنا في الكرش بك يقولوا لأميري لو أخرجوا واحد سيستاموا واحد كيحوسوا عليه يروح قلوه في الليل على رجله يخرجوا من الدار كما هذي يحققوا عليه هذا هو فلال يرفع ليه هذا هو يعديه هذه من جرائم الاستعمار اللي خلاتنا اللي خلاتنا أنه الثورة تعطي شعلة وينخرط فيها الجميع نعود لك عمي خليفام اللي خلاتنا إذن شفنا أنه العرب من مهيدي صنع الملحمات وقهر الجنرالات وعذب حتى الاستعمار بصمته وابتسامته ونشوفو هذه الشهادة لتعترف بقوة شخصية الشاهد العرب من مهيدي للنقيب على الهر الذي ألقى القبض على العرب من مهيدي نو شاهد ثمانعود اللي خلاتنا شخصية من مهيدي اللي خلاتنا شخصية من مهيدي اللي خلاتنا اللي خلاتنا اللي خلاتنا ناقب ألير بمناقب الشهيد وقوته وشخصيته وحنكته وحكمته إذن وكان يتمنى لو كان إلى جانبه مثل هؤلاء الرجال سيبراهيم إذن شفنا باللي أنه العرب من مهيدي استطاع بابتسامته الخالدة أن يتحدى أكبر قوة اللي هي فرنسا جنرالات فرنسا ورغم التعذيب البشع اللي تعرض له إلا أنه استطاع أن يقهر هذه الجنرالات ويعذب هو بنفسه هذا الاستعمار إلى يومنا هذا حتى الجمهورية الخامسة إلى يومنا هذا ما زالت تتعذب بما ابتسمه العربي بن مهيدي أكيد ابتسامة العربي بن مهيدي هي أكبر إهانة لعدو بالرغم يعني من التعذيب الذي طاله وغير هذا الابتسامة هذه موجهة إلى الطرفين الطرف الأول اللي هو المستعمر المحتل الفرنسي الغاشم الذي أثبت له بن مهيدي أنه موجود كباقي رجال الثورة وأن الثورة لازلت مستمرة برجالها وأن الثورة جماعية رسالة ثانية هي موجهة للشعب الجزائري يحث فيها بابتسامته على الصمد وعلى القوة ويقول أنه ما زالت تطورة بخير وسنسعى إن شاء الله إلى تحقيق مبتغانة ونذكر في هذا أول جملة خالدة قالها العربي بن مهيدي ليلة أول نوفمبر هذه في عملية حرق الفلين بصبر بيتين إمسان ويقول للمجاهدين جمعهم بعد الانتهاء العملية وقال لهم يا الخوة لو لم تستطع فرنسا أن تلقي القفض علينا في ظرف ثلاث أشهر نجحة يمكن الشمس في السماء كي الاستقلال في الجزائر قال لهم ولكن يا الخوة عندما نستقل فليذهب كل واحد إلى قبر أخيه ويقول له يا فلان لقد أخذنا الحرية بارك الله فيك ونكمل من خلال هذه المقولة للعربي بن مهيدي اللي قال بعد ما ألقوا القبض عليه أنه استطاع أن يضحظ الأطروحة الفرنسية على أنه انتحر في زنزانته وأكيد شفنا أنه القوة تتعوه من خلال الشجاعة والابتسامة والصمت عندما أرادوا أن يخرجوه من من قوقعته ويتحصل على أسرار الثورة إلا أنه رفض وأمر فكره أن لا يبح بأي سر من أسر الثورة نعم في الحقيقة ابتسامة العربي بن مهيدي هي آلة إنسانية ضد آلة إجرامية صح نفهم الابتسامة وشيء جميل نحن لما قولوا الابتسامة في شخص رائعة هذه عودها للمفضلك رائعة هذه هي هي الآلة هي آلة إنسانية ضد آلة إجرامية ربها لأنه في المفهوم والعرف الكوني الابتسامة شيء جميل يعني الرجل شوف كيف يعني قاومت هذه الآلة الإجرامية بآلة إنسانية قضية قضية البوح بالأسرار الشهيد العربي بن مهيدي كان يدرك تمام الإدراك أنه قيادي يعني كل أسرار الثورة رأي موجودة بحوسه يعني هي مسؤولية كبيرة جدا الرجل تحمل مسؤوليته ونكمل لك سيتوفيق من خلال شهادة قال بلي أنه العربي بن مهيدي رغم أنه كان يعلم أنه ورقته قد سقطت وسينتقل إلى الرافق الأعلى إلا أنه قال له أنا الروح ويخلفني وحد أخر يعني كان يقينا متيقن أنه الثورة مستمرة وستنتصر على هذا العدو نعم شوف في الجانب هذا أستاذ منادل تسمح لي ما سوش بلي الشهيد العربي بن مهيدي هو ابن الوعاء الشعب النظالي الذي يعني بدها من فترة متقدمة جدا يعني هناك أبطال هناك رجال يعني كانوا يحيطون به أصدقاء زملاء يعني في النظال من فترة المنظمة الخاصة إلى يعني دخول حق الكفاح المسلح الرجل كان يدرك تمام الإدراك قضية البوح بالأصرار كان يدرك أن الرجل قيادي يعني ما يمكن أصرار هي على مستوى عالي جدا يعني أي بوح سيربك يعني المشهد الثوري في الجزاء لذلك الرجل أخذ زمام المسئولية إلى آخر رمقة في حياته ويعني نعم نعم بارك الله وفيك سيتوفيق عمي الأخضر بن مهيدي يعني العربي بن مهيدي بالنسبة لنا وبالنسبة لهذا الجيل والجيل القادم هو قدوة يعني وش هي رسالتك لهذا الجيل باش يكون أو يكون هذا الجيل قدوة للعربي المهيدي اللي ضحى بالنفس بالأمس العربي ضحى بنفسه باش خلال وطن انتعوه يعيش والشعب انتعوه هذا بس كان يحب الشعب كان يحب وطنه قالوا له الزوج قال لها ما أنا مهت زوج حتين كيبه أنا الزوج قال لها الزوج وأنا مستعمر لا لا ما الزوج خلي حتين استقلع يجيني في الشعب ونطلعو نزيد نقول لها كما أنا نطلعو في هذا الوطن هو وعد الوالدة أنه إذا كان حياها ربي بعد الاستقلاص سينتبو لها أولاد قالها وإذا استشهد كل أبناء هذا الجزائر هم أبنائي ونحن أبناء الجزائر وأحفادوا العربي بن مهيدي عمي خليفة وش هي الرسالة لتخليك تقدمها لهذا الجيل على غيرار وش قدم عمي الأخضر لهذا الجيل باش نكونوا قدوة لشهداء الأمس باش نكونوا كما هذوك لازمنا لازمنا نسهروا بزاف ونتعبوا بزاف لأن الجيل الحالي هو لأن فيه ناس ناقسين روح وطنية تايني فيه ناس يعبثوا بالحقيق نتعى البلاد وحنا كما قلنا وبيل جزائر نتعى الجميع ابنها الجميع طبعا ماشي انت ترقد دورك تحكي واش تحب ورجالي تموت في سحاري من موريطانيا الليبيا هذي ما هيش محين يبلعش محمي يبلع أبطال بر وبحر وتزيد تدى تهدر هدر أخرى هنا بقات المخلفات نتعى الاستعمار كما مرض سرطان في الجزء نازال عندهم لاننا يهدروا في الهدرة احنا في عهد الثورة التحريرية الفكرون عين فكرون من خرجة الرجال منها للثورة اعتاوا لوا اسم جديد يقلوا يسميوها القاهرة نهار من نهارات هم عندهم يوم الأسبوع كيما لأحان بيوم اللي ربعة سوق الفكرون روب اللي ربعة ملايثار واحد يعيط ويمشي في السوق يقول يا شريخيط يا شريخيط يقول له نشكل يجريو والله يجريوها الخيط هذا مليوس يعمي ورح الخيط يقول له خيط ممو ثورة ماشى وصلت الدرجة قاسية الأقل تضرب بسكوت على الأقل تضرب مع الرجال هنين كل رزق اللي بي حمد وحمد ربي ما حبوش حمد وربي برك الله فيك عم خليفة يعني هذه أقوى رسالة باش مكونوا قدوة للعربي بن مهيدي العربي بن مهيدي بالأمس عندما كان في القاهرة مجتمعا مع رفقائه الممثلين جبهة تحرير في الخارج إلا أنه أبى إلا أن يعود إلى أرض الوطن ويستشهد على أرض الوطن رحم الله الشهيد العربي بن مهيدي إذن إذن نشوف السفاح بجار السفاح بجار يتفق مع الجنرال أوسرس ويعترف بأن العربي بن مهيدي رجل لو كان له ثل مثله لفتح العالم نشوف الشهادة شقيقة الشهيد غريفة بن مهيدي ثم نعود بعد ذلك إذن شقيقة الشهيد البطل محمد العربي بن مهيدي لخصت لنا كل ما كان يحمله العربي من خصائل إذن بالإضافة إلى ما قالته رافقة الشهيد شفنا حقوق الإنسان انتهكت في شنق العربي بن مهيدي ورفض حتى أنه ينزع العصابة على التعصيب على العينه إذن كيف نفسر هذا سي إبراهيم كيف نفسر هذا هو قلت أنه جريمة قتل بن مهيدي هي جريمة الدولة لأنه هذا قائد هو عقيد وقوتل من دون محاكمة وبأمر من فرنسوا ميتيرو ميتيرو يعني من فرنسا الرسمية نعم هل نقول جريمة الدولة من دون أي محاكمة يعني لما نشوفه وقتش أرقية عليه القبض وقتش تشهيد قل من قل من عشرة أيام أقل فبالتالي يقتل بهذه الطريقة بدون أي محاكمة بدون أي تحقيق في شيء هذه جريمة فرنسية رسمية ولا زالت موصومة في جابينها في الوقت وين الاشتراكيين في فرنسا يوشيدون بفرنسوا الذي ألغى عقوبة الإعدال يعني تناقضات يعني تناقض هذه جريمة دولة وتبقى تابع فرنسا إلى يوم الدين وتقدر الجزائر لحد ساعة طارد فرنسا ليس فقط في قتل بن مهيد قتل آلاف الجزائريين بدون أي محاكمة سي بن زردة وصلنا لختام البرنامج يعني كيف نمكن أن نفعل ابتسامة العربي بن مهيدي لدى الجيل الحاضر والمستقبل نعم أنا بدأت الحصة وقدت لكم ابتسامة الشهيد إذن بميلاد عهد جديد أعتقد ابتسامته كانت كما تفضل زميلي الأستاذ عبد الراهيم راهيم عمفون هي رسالة رسالة لجيل الثورة ورسالة كذلك لجيل الاستقلال يعني من أجل دائما الذهاب للأمام من أجل بناء من أجل تشير من أجل غض جميل نحتاج إلى تضحية ونحتاج إلى أنه إنسان يتنازل شوي صح عبارة عن أنانيت وربما على شيء من أجل يعني شيء أثمن وهو الوطن أعتقد لا يوجد شيء أثمن من الوطن يعني لما تكون سقفنا هو الوطن أكيد ثم رح نتخله على الأشياء وهذه الرسالة أعتقد لقدمها مارك الله فيك الدكتور التوفيق بن جردة عميلا أخضر بن مهيدي ألا يحق لنا أن نبتسم على طريقة العربي بن مهيدي في الحاضر أنا عمي أنا عمي أنا عمي أنا عمي ما عندي ما نقول لك في هذه الكلمة أكيد ما فهمتني شنا عود لك يعني يعني أنا فهمتك ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول ربي طول في عمرك وربي حفظك عمي قلاتي البركة تعالى هل يمكن لك أن تعطينا توصيات من خلال الابتسامة اللي رسمها العربي بن مهيدي وأصبحت من الخالدات يعني وش هي هذه على كلين كما كنا نذكروا قبيل نحن نتمنوا هذا الخلق هذا يحمد رب يشكروا على النعمة اللي رأوا ونعمها عليه ونعمها عليه بفضلها ولا الرجال لو ما كانوا أبطال الجزاء ضحاوا بالنفس ونفس ما كنا نتنعموا في الاستقلال حبينا يديروا اليوم الحمد لله الإنسان يقول كل واحد بشي قدر خطوته عم الله يرحمه يقول للي ما عنده خبر من ينجا ما يقدرش يعرف أين يروح أين يروح سمعتني لكن المشكل وين إذا كان الإنسان عادا نعم عليها ربي وما حبي شي حمد هذه هي الغريبة واحد يجوع ويبكي تعطيله يوكل يشبع يقول الحمد لله واللي يبكي من الشبع ويش تعطيله الحمد لله الشابب ثقفة والحمد لله الجزيرة وصلت الدرجة اللينا اليوم رأنا تقريب مستقرام فكري يعني حسين بالأمل حسين بالأمل بفضل ربي والرجال الجامعات في كل ولاية المؤصلات اللي كان يمشي على رجليه عنده سيارة اللي كان يسكل في قرب انت عيش عنده بطل اللي كان يكري عند الناس ضرقك يحلو يديروا خمسة والله ستة غارجة وحب يروح السماء يعني شتان بين الأمس واليوم يعني رانا في نعم رانا في نعم لابد أن نحمد الله عليها نعم يحشب يكفي كل ما يشوف أنا السيد إذا كان فأنت يفوت على روحه لكن أنا نعم بلاس هنا في عين كرشة ربما صغر بلادي مثل ويلع يشريوا الناس البلايس يريبوهم بسبعين مليون يجيب البلادي يقولوا ريبها نعطي سبعين مليون إذن براك الله فيك عم قلاتي خليفة مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة وقفة عند الذاكرة عند بيت مسقط رأس الشهيد العربي بنهيدي يعني يكفينا فخرا أننا ننتمي إلى من كان حكيما وصانعا للملحمات وقاهرا للجنرالات ومعذبا للاستعمار وخامسي الجمهوريات إذن بدوري أشكر التوفيق بن زردة على تلبية كالدعوة ونتمنى لك التوفيق في مهامك في رسالتك النبي شكرا أستاذ من هذا على استضافة شكرا على هذا المكان الجميل الذي يفوح بعبق التاريخ شكرا مراك الله فيك دكتور دكتور إبراهيم بن عبد المومن أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة عفوا وأنا بدوري أشكرك وأشكر أبائنا المجاهدي المجدو والخلد لشعادين الأبرى إذن مشاهدي الكرام وضيوفي الكرام شكرا على صبركم معنا وأنا بدوري أشكر السلطات المحلية العسكرية والأمنية على مرافقتنا لإنجاز مكان الرمز مكان مسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي كما لا يفوتني أن أشكر السلطات الولائية وأشكر أيضا الجامعة وعلى رأسها مدير الجامعة سيزوهير ديبي الذي رافقنا في إنجاز هذا البرنامج من وسائل ونقل وأمور أخرى إذن مشاهدي الكرام إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة